خدتها فاتن في حضنها وهي بتبكي وبتقول لها بلافة لا 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 بعض الشر عنك ما تقوليش كده هتعملي العملية وهترجعيلي هترجعيلي بالسلامة هترجعيلي يا ندين بالله عليك ما تعملي زي يومك وبالله عليك يا ندين لو جريلك حاجة أنا هروح فيها نزلت دموع ندين فما قدرتش تتحمل الموقف رغم إنها صبرة وراضية إلا إنها ما قدرتش تمنع الخوف اللي دب في قلبها فاحنا بشر بنتصاب بالخوف مهما تظهرنا بالقوة دايما بيجي لنا يعني لحظات خوف وضعف وانكسار فضلوا الكل على وضعهم لبعض الوقت لحد ما كل واحد طلع كل اللي جواه من دموع لحد ما تعبوا جه الليل والوقت اتأخر فاتصلت سمر بأهلها علشان تقولهم إنها اللي لا دي هاتبت مع ندين فأمها منهارة تماما ومش قادرة تلبي احتياجات البيت ولا حتى تهتم ابن دين بعد ما حكت حالة ندين بسرعة لأمها أخدت منها الإذن إنها تقعد معاها قامت علشان تحضر لهم العشرة وحطته على الترابيزة لكن محدش قرب منه فمحدش كان عنده نفس إلا إن أحمد والد ندين قال عمل ليلي كوبات شاية يا صبر من فضلك هراصح تنفجر من الفصدع حاضر يا عم شربها أحمد وأم من مكانه طلب من نبيل إن يسند أمه لقضيتها فهو عاوز يتكلم معاها إزاي هيدبره فلوس العملية ووصى سمر إنها تاخد بالها من ندين دخلت فاتن قضيتها مع جزها وقعدوا على السرير قال أحمد وهو بيخرج أوراقه الخاصة من دولابه المبلغ اللي كنت شايله لجهاز ندين هبطر استخدمه كله وحتة الأرض الورث بتاعت أختك قولي لأخوك يشتريها ويبعث لك فلوسها بكرة ضروري هو كان طالبها من زمان ومستعد يدفع نقدي كمان بس إحنا اللي كنا رفضين نبيع وبرس كمانها بيها لشان خاطر ندين بس تقوم لي بالسلامة هتقوم إن شاء الله هتقوم ندين قوية ومتحملة وراضية إنما أمها اللي ضيقها لخوف وإنها ما قدرتش تتقبل مرضها شفتي إزاي كانت في حالة فزع أول ما سمعت بمرضها علشان كده ما تحملتش والعملية فشلت وتوفت ندين ربنا يحروصها جدعة وراضية إن شاء الله خير هو ورسك سبيت لوقتي يمكن نحتاجه لفترة الجاية بحدش عارف بكرة فيه إيه أنا هحاول كمان أطلب أرشين سلفة من أختي والله المستعان فاتن اتصلت بأخوها اللي هو خلنا دين وحكت له اللي حصل ببنته أخته لا حول ولا قوة إلا بالله كان على عيني والله بس أنتو لما رفضتوا بيع الأرض روحت اشتريت بكل الفلوس اللي معايا أرض تانية وخلاص هبدأ في البنى فيها والله ما في جيبي ألف جنيه على بعض كله راح في مصاريف المؤولة والبنى وشرة الأرض فاتن ارتخت إيديها من التليفون بإنهيار تام سمعت أخويا قال إيه؟ أنا عمله ونتصرف إزاي؟ بنتي هتروح مني يا أحمد لازم نلحقها بأي طريقة هنحاول نلاقي حل في حل إن شاء الله هكلم اخت أسألها اتصل أحمد بأخته اعتماد وطلب منها أي مبلغ تقدر عليه علشان عملية بنته لكن ما قالهاش إنها هتعمل عملية إيه؟ فجاله الرد والله يا أحمد الفلوس اللي معنا كلها جيبنا بيها جهاز لباسمة ولست كمان محتاجين عشان نكمل يعني الحاجات بتاعتها بقولك إيه؟ حاول تاخد قرد من البنك بمبلغ العملية وأنا جايلك بكرة أقولك على كل حاجة قعد أحمد جنب مراته وهو بيضرب كف على كف لا حول ولا قوة إلا بالله الفلوس فجأة منعت كده مرة واحدة أنت يا مخوكي تحيل علينا نبيع الأرض وهيدفع كاش وأختي يا مخوكي قالتلي أخد الفلوس اللي معاها أشيلها ليها بعيدة عنها عشان ما تصرفهاش وديها اتصرفت قبل ما تجيبها أشيلها كانوا نفعوا فكت زنقة دلوقتي ازدادت فاتن في البكرة نبيل خبط على الباب علشان يشارك والده ووالدته التفكير في تجميع المبلغ المطلوب أبوه حكاله اللي بيحصل ها بسيطة يا بابا نبيع الأرض لأي مشتري مش هتفرق المهم نجمع المبلغ حتى لو ده حصل يا ابني من اللي هيجيب لي المبلغ ده كله بكرة أو حتى بعد يومات هيجيبه على أقل في شهر ولا شهرين ولا أسبوعين مثلا يعني في أسرع حاجة هتبقى أختك يا ابني مش عاوزين نتأخر على عمليتها استحال أخسر بنتي زي ما خسرت أمها يا رب دبرها من عندك نبيل غمض عنيب أسر وهو مستعد يعمل أي حاجة علشان يساعد أخته لكن ما باليد حيلة بابا اكتب لي هنا أسامي الناس اللي تعرفهم واللي ممكن يشتروا الأرض وأنا هتواصل معهم وربنا يسهل بكرة الصبح إن شاء الله هتكلم مين دلوقتي الوقت أتأخر يا ابني يمكن أنا كمان أكون عصرت دماغي وافتكر تحدي يديني المبلغ كامل بابا هو سعر الأرض هيغطي تمنى العملية لا يا ابني ده حطة أرض صغيرة وكمان أرض زراعية مش مباني ما هتجيبش حاجة كنت عامل على إني أستلف من أختي واكمل المبلغ بس الظاهر كده هبيعي حدتين بس ألاقي مشتري في الظروف الصعبة اللي بتمر بيها البلد دي فين هتتضبر يا بابا إن شاء الله يا ربك ما بينساش حد بره يا سمر عملت سندوتش لندين وكوباية لبا فهي مكلتش حاجة من الصبح وحاولت ترسم الابتزامة على شفايفها اتفضلي يا أمري كل ده علشان خاطري مش هينفع تفضلي كده طول اليوم ما تحرمش منك أبدا يا سمر إن شاء الله هتخفي وترجع لنا بالسلام إن شاء الله بعد ما أنهت أكلها اتوجهت للحمام علشان تتوضى وتصلي وتدعي ربنا أن يشفيها ويخرجها من اللي هي فيه لقيت أخوها يلابس ومستعد للخروج فقالت له باهتمام عز أنت رايح وين جاوبها بهدوء على عكس طبيعته معاها دايما رايح أزور خالد في المستشفى أخدني معك زور أنا كمان بصلها باستغراب فقالت له برجاء بلا عليك يا عز خلينا أجي معك زورة وبالمرة أغير جو أنا من زمان ما خرجتش بصت له بعيون بريئة زي القطة المسكينة فبصلها بديء ونفخ خلاص ماشي عشر دجائج لو اتأخرت عنك ده هسيبك وامشي جريت بصرع الفوق وهي بتقول فريرة دخل للمنحة للخاص بي وفضل يهتم بي شوية لحد ما هي تيك خلصت لبس هدومها وخرجت تدور عليه لكن ما لقتهوش خافت يكون سبها ومشي من غيرها فزعلت فضلت دبدب في الأرض برجليها وهي بتقول بغيز عملتها يا عز وتحكت علي ومشيت وسبتني طيب جيه اللي سمع صوتها وتوجه نحيتها وهو بيدحك يا بالتعمي ما لك كده بتكلمي نفسك وشكلك متكدرة بصت نحية مصدر الصوت لقيته راضي واقف قدامها راضي بقول لك ايه شفت عز اخويا في طريقك وانت جاي لا ما شفتهوش انا جاي لا اصلا هو مش هنيه قالت وهي بتبصله بحزن لا ضحك علي وجل لبسه وانا هستناك ومشى طلعت جهزت ونزلت ملجتهوش لقيت حد بيديها على قفاها وسمعته بيقول انا هنيها هو يا مصيبة ما اضحكتش عليكي هضحك عليكي ليه يعني لو مش عاوزك تاجي كنت هجولك لا واللي هجولها هيتسمع مش محتاج اخدعك زي الاطفال الصغيرة انا ضحك راضي وقلب استمتاع للموقف اللي بين عزه واخته صحيح يا بيت عمي اخوكي مدب ولو مش عاوزكم اه كان جالها بفوشك على طول قالت فاطمة بديق انت هتقول ليه دخويا وانا عارفاه بس انت بتضحك ليه ها ضحك راضي اكتر يا بوي بضحك عادي اعيض يعني ولا ايه اتغزت منه وقربت اتجاه البوابة بديق واسابتهم وراها قال عزب جدية خير يا راضي كنت عاوزني ليه مفيش مش وارج ده للمصنع الحاج عيسى عاوزنا نمشطه عالشغل هناك الله مش امين المدير الفني هناك ايوا يا عز بس التعارف ابوك بيحبي يتطمن على مصلحتك وعاوزنا نروح نتابه هنعرضوه ولا ايه طيب خلاص هروح اشوف خالد وارجع البت فاطمة هناه واجيلك ونروح تمام ابتسم راضي ابتسمى سقيفة وقاله هو بيحك في شعره لا خلاص طلق مرايحين لخالد هاجي معاكم بقولك رايح مع اختي يا طور اتغاز راضي من كلام عز وفيها ايه ابا هي منت انا جاي ازور خالد كانك عاوز تاخد سواب زيارة المريد الوحدك ولا ايه كان عز الدينة عارف سبب مجيء راضي معاهم وهو يقدر يشوف بعنيه الحب اللي بيكنه راضي لاخده والنظرات المتبرجلة اللي بيبص عليها بيها فمحاولة منه ان يغض بصره عنها علشان كده قال علشان يجس نبض راضي كانك عاوز تفهمني انك جاي معانا عشان تزور خالد بس مش لسبب تاني ارتبك راضي وقال سبب ايه دا يا عز سبب تاني ايه يعني دحك عز الدين شوف طالما تقربطك دهي بجلف دماغي صح وبجلها لك يا راضي خش البيت من بابا وهتلاقيه مرحب بيك انشرح صدر راضي برضى وقلب ابتسامة تسعت لها شفيفه بالكامل صح اللي بتقولها ده يا عز صح الصح كمان بس انت اتلح لح مزح راضي على شعره وقلب سعادة يا بوي كانك ردت فيها الروح من جديد والله يا عز لكنه تراجع مرة تانية وقلب حزن بساني فين وانتو فين يا وادعمي انت عارف انه يعني لولك ده ما كنتش هتأخر رفع عز الدين دراعه وحطه على كدف راضي خبط على ظهر وقال انت مش عارف انت طب جاء ايه لحج عيسى ده التدرع اليمين وابن الثالث يا راضي ابتسم راضي ابتسامه شقة الحزن اللي احتل وشه الله يرضى عنيك يا عز ويفرح جلبك زي ما فرحت بس انت تفتكر هي هترضى بي في اللحظة دي نادت عليه فاطمة وهي وقفة بره عند البوابة عزي يلا باج انا هفضل وقفة في الشمس جديه كتير بص عزي لخته جايلك هو مصيب اصبري قالها وبص الراضي اللي لقاه في ثانية بقى شارد وهو بص عشان النظرات المسهمة دي اتا مش جاي معانا ها روح استناني في المكتب وانا هجيلك على هناك كان راضي لست هيتكلم بدي لكن عزي قاله بجدية روح يا راضي واسمع الكلام فوت جدامي يلا اتنهد راضي بقلة حيلة فهو عارف ان عز الدين بيغير على اخته قوي وخصوصا بعد ما بقى اللعبه كله على المكشوف زي ما بيقوله وعارف عز ان راضي بيكن بشاعر لفاطمة اخته علشان كده ازاي هيسمح له يفضل معاها في مكان واحد وحتى لو كان موجود بينهم علشان كده تفهم كلام عز وقال له ماشا عنديك حاج لما يحيني الاوان السلام عليكم صحي الكل من النوم وتقريبا ما حدش زاره النوم وبس كانوا بيغمضوا عنديهم من شدة التعب البدني والنفسي اللي جيها عليهم ام احمد مع نسمات الفجر الهدية وبعد ما صلى الفجر وقف في البلكونة والهوى البارد حواليه لعله يطفي شوية من الاوجاع اللي جواد اسمه وقلبه زي النيران الحارقة بص السماء بعيون بكية وبيشكروا بينه وبيدعيله قعد بعدها على الترابيزة البيضة المستديرة بعد ما حضر دفتر وقلم وفضل يدون اسماء الاشخاص اللي يعرفهم واللي من المفترض ان يقدروا انهم يشتروا الارض اللي عاوز يعرضها للبيع واللي يقدروا يدفعه تمانها مباشرة بعد ما قام بكتابة الاسامي فتح تليفونه ودون في مواجهة كل اسم رقم التليفون الخاص به علشان ابنه نبيل يتواصل معاهم فهو حالته النفسية ما تسمحش بالكلام مع حد في اي حاجة خالص انها اللي بيعمله وبص لمراته اللي نايمة في السرير بتعب شديد والدموع ما جفتش من جفونها ابدا كانت بتبكي بحرقة على اللي حصل لنادي وبتفكر معاناتها الطويلة مع اختها لحد ما رحت للي خلقها بعد ما كانت اختها ليها بمثابة ام عوضتها حنان امها اللي ماتت علشان كده احمد بعد ما شفت قصر فاتن كتير بموت اختها ورعيتها واهتمامها الزائد بابناء اختها الصغار قرر ان يتجوزها علشان يضمن ان يعيش ولاده في جو اسري هادي بين ابوين بيدوهم الحنان والرعاية سوا بدل ما يبقوا مشتتين بين خلتهم مرة وابوهم مرة وبالفعل وفقت فاتن علشان ولاد اختها فلقاها احمد ونعمة الام والزوجة فاحسن عشرتها وحب رفقتها علشان كده سعب قوي عليه ان يشوفها على الحالة دي فقرب منها وضمها لي بشدة علشان يهديها بنتك بحت العملية يا احمد ايه ما صرها استغرب احمد سؤالها فبصولها بتساؤل بصت هي للفراغ وقالت نادين بعد العملية هتحس انها مش طبعية زي بقية البنات جزء منها ناقص يا احمد لو ربنا نجاها والعملية نكحت نادين مش هتقدر تتحمل الأزن نفسي بسبب الناقص اللي هتحس بيه فهمني يا احمد نادين دخل على كابوس حقيقي البنت هتتضمر يا احمد احمد حط يده على بقها وهو بيبلع ريقه بمرارة بس سكوت يا فاتن ما تكمليش انا بحاول ما فكرش في الموضوع ده دلوقتي المهم انها تقوم من العملية بالسلامة ونقضي على المرض اللي عين ده وكل حاجة بعد كده هتكون بسيطة ان شاء الله مهما كانت صعبتها ربنا هيهونها المهم انت ادعي لها دلوقتي ادعي لها تقوم بالسلامة سمو اقبت على الباب فاحمد سمح للي بيخبط انه يدخل ادخل انا كنت عارف ان هليكم صحين عاملة يا ماما هكون عاملة يا نبيل الحمد لله على كل حال دي حكمة ربنا وما نقدرش نقول حاجة بس صعب صعب قوي يا نبيل انا حاصة اني بيموت بالبطيء لازم نكون اقوى علاش الخطر نادين يا ماما نادين اول ما سمعت الخبر كانت قوية ومتحملة لكن لما شافتنا منهارين مبارح ما تحملتش ونهارت علشان بالله عليك يا ماما بتخليهاش تشوف دموعك دي احنا عاوزين نفسيتها تكون في السماء بلاش احنا اللي نزلها الارض الاحمد بجدية وهو بيمسح دموعه نبيل ابنك عنده حق يا فاتم بلاش نكون احنا سبب تحطين معنويات البنت ربنا يسلمها ويشفيها يا رب مسحت فاتم دموعها بسرعة ونبيل بص لهم وهو بيقول هيا بابا حضرتك جهزت الاسماء اللي هتواصل معها اداله احمد الورق ايوه دول الناس اللي اتوقع ان حد منهم هيدفع لنا وقت وربنا يسر الحال تمام حضرتك عاوز مني حاجة انا وبره انت خارج تعملين معقول هتنزل الشغل النهاردة انا كنت عاوزك تفضل هنا مع امك واختك لحد منزل استأذن من الشغل كم يوم وارجع لا يا بابا مش نزل الشغل انا اتصلت بل اختهم ان عندي حالة طرقة ومش هعرف اتواجد في الشغل انا بس هنتظر لما المستشفات تفتح وهاخد الاشعة والتحاليل والعينات وهعرضها الاكتر من دكتور وفي الوقت نفسه هتصل بالارقام اللي ادي تهالي واجيب لحضرتك الرد تمام يا ابني روح وانا هنزل وارجع بسرعة مش هتأخر جات اعتماد وبنتها بسمة لبيت اخوها علشان تعرف ندين ايه المرض اللي اصابها ولما قالها اخوها بان بنته مصابة بالسرطان لكنه ما قالهاش انهم هيعملوا عملية الاستقصال فهو ما حبش يقول كده علشان ما يضيقش بنته كانت اتخضت قوي وضربت على صدرها يا ربي دي البيت لست صغيرة على البهدلة دي يا ملت بختك يا احمد يا اخوي وحظك العاكر مرتك وبنتك ده ايه الفقر ده ربنا يصبرك يا اخويا اتضايق نبيل من اسلوب عمته لكن معلقش على كلامها وفضل ساكت قالت اعتماد علشان كده فاتن ما استقبلتنيش زي كل مرة تلاقيها بموتة نفسها من العياط خايفة على نفسها ماهو شكله وراس البت وامها وممكن كمان فاتن تكون